اشتركوا في القناة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبرضو رح ينكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر الآن موجود في برج الأسد بما أنه موجود في برج الأسد معناته ناخد من صفات برج الأسد في هاي الفترة فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزوايا البطيئة اللي بتتشكل حاليا وهي مستمرة بتأثيراتها للأيام القادمة أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين أورانوس وهاي مستمرة طبعا لغاية يوم خمسة الثلاثة هاي الزاوية بتعزز لدينا قوة الحدث وخصوصا في مجال العمل العلاقات مع المسؤولين والزملاء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ممتزجة أي مزيج ما بين السلبية والإيجابية أو النحوسة والإيجابية هي ما بين الزهرة كوكب الزهرة وما بين المريخ وهاي طبعا راح تستمر معنا لغاية يوم 17 ثلاثة بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين هاي إيجابيتها وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة لسلبيتها فهي بتعمل مشاحنات ومشاكل أكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل أول زاوية راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام ساعة ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة صباحا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية ساعات العصر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقاوب السلبية راح تكون ما بين القمر وما بين زحل وهاي راح تكون في تمام ساعة ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش طبعا من واجه مصاعب وعرقيل اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وطبع مؤكيد أنه ما لازم نعتمد على الحضوظ في هذا اليوم بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر هاي الزاوية تأثيراتها من الساعة تقريبا العصر وبتستمر معنا لبعد منتصف الليل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم أننا نوفر لها العناية الإضافية في هاي الفترة القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكنها ما زالت فترة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد مناسب هذا اليوم لإجراء عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا آثار اليوم أقل فهو يوم إيجابي وبرضو من شجع على هذا اليوم لأنه تقريبا ما راح تكون هالآثار الكبيرة على الجميع بالنسبة لعمر القمر أو القمر والموجود القمر موجود في برج الأسد الآن فالول مسار القادم راح يكون يوم الأربعة ستعاش اثنين بيبدأ في تمام الساعة أربعة وست وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل يعني ما ظل يعني اللي بتطلع للسماء في هذه الفترة الشروق أو فترة شروق القمر اللي هي عند المغرب بنجد أنه القمر شبه مكتمل فيه جزء بسيط ناقص فعشان هيكي اليوم القمر بنسميه انحسار المكتمل غيره يوم ليكتمل بالكامل اليوم عمره 15 يوم في تمام الساعة وحدة واربعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيصبح 16 يوم نسبة الإضاءة 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس بنسبة 25% القمر في الأسد حتى يوم 16-2 منتحس اليوم بنسبة 40% عطارد في الدلو حتى يوم 10-3 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 70% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبطن في الحوت نبطن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود حاليا في البيت الخامس لألكم فعشان هيك اليوم من الأيام الإيجابية الدعم لألكم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم هذه فترة مثمرة إيجابية اليوم بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة لأن الظروف بتكون ملائمة جدا للمصالحة ولتكرار المحاولات ولكن الملاحظة الوحيدة أنه حاولوا تضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم مع أحباكم وفي بعض موليد برج الحمل ممكن يقلق على أحد الأحبة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بما أن القمر استقرب في بيت البيت أو العائلة فتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها لا تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية اليوم بتحمل بعض المصاريف الإضافية اللي إلها علاقة إما بمناسبات عائلية أو تصليحات وترميمات ومشتريات برضو عائلية برج الجوزة يعتبر اليوم هذا من أنشط الأيام أو أكثرها طلب للحركة والنشاط فبتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم أنتو بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك تبرير مواقفك وبتنشطوا برضو بالتنقلات والاتصالات والحوارات اللي بيشتغلوا في مجال الترويج أو التسويق اليوم هذا مناسب للترويج لسلعة معينة أو لا إقناع الغير بوجهة نظرهم برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي ولكن على الأغلب يكون هذا المكسب من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن المكاسب هاي تكون استرداد لأموال بتكون لإلكم كان صعب استردادها بالفترة الماضية أو الحصول على هدية أو دعم أو مكافأة بتعالجوا اليوم استحقاق مالي أهم إشي أنه اليوم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم إنكوا تتفائلوا برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها لأنه اليوم القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم بترجعلكم برجعلكم موجود القمر في برج الأسد نشاطكم وحيويتكم اللي كانوا مفقدين في الأيام الماضية بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتقدروا اليوم برضو تدعموا من مركزكم الاجتماعي الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود لأيام طويلة عليكم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر ولكن الأهم ضبط الأعصاب برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لهو برج الأسد فعشان هيك بسيطر التعب عليكم وتجدوا انه طاقتكم ضعيف جدا حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمروا اليوم من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس فحاذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق انه يسيطر ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم لإنجاز الأمور المهمة حاولوا اليوم انه تخلوا أعمالك كلها أو التزاماتك هي روتينية بدون اتخاذ قرارات حاسمة برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو يكون المناسبة عندهم هم حاولوا انه اليوم اذا احتجتوا شيء انكم تطلبوا المساعدة من اللي حواليكم وما تترددوا بتقديم المساعدة اليوم بيكون فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء الأصدقاء الجيران أهم شيء انكم ما تبقوا وحدين اخرجوا للقاء الناس اليوم الوضع الاجتماعي هو اللي فيه المكاسب فعشان هيك ما تتأخروا من التواصل الاجتماعي ولقاء المعارف والأحبة برج العقرب بيتركز اهتمامكم اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبيعززوا علاقاتهم الاجتماعية ولكن بدك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم الأجواء اجمالا بتكون والقمر موجود في هذا البيت يعني بيكون فيها صعوبة أو بتجد الأمور ما بتمشي معك بسهولة وبتمتحن جهوزيتك دائما ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون بهدوءك الكامل وعلى قدر من المسئولية العالية إنك تشتاز هاي الفترة بدون تشويه سمعة وبدون مغامرات ومجازفات ومخالفة القوانين الفترة هاي فيها نوع من أنواع الصعوبة برج القوس طبعا اليوم يعتبر من الأيام القوية لموليد برج القوس فاليوم بتنشطوا في مجال السفر الاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل أو دورة تعليمية تشتدوا برضو رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل وهذا شيء بيعزز من علاقاتك الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعب حاول قدر الإمكان استغلالها إذا عندك امتحان أو مقابلة أو بدك ترفع قضية أو حتى بدك تقدم أوراق لها علاقة بالسفر فهذه فترة مناسبة جدا برج الجديد اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أي الأموال اللي ما بترجع إلك لحالك يعني في معك شريك فيها من جهة أخرى برضو اليوم في فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول اليوم إنك تسارع إلى تقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولا بق ممكن تناقش موضوع إلو علاقة بإرث أو موضوع مالي أو إلك حقوق بتحاول تستردها ممكن هاي الحقوق تكون ضريبة أو تأمين أو بنك فالأمور هاي كلها اليوم رح تشتغل فيها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر الآن موجود مقابلهم تماما فعشان هيك بيتعزز كله بيتركز على جانب الشراكة الشراكة المالية والعاطفة ولكن الأهم إنه طاقتهم بتكون ضعيفة بدهم ينتبهوا لصحتهم ولطاقتهم اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي إنه اليوم ما تنفع له وحاولوا الإضاءة على الإيجابيات اليوم ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال ولا العنف ولا المشاكل عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وحاول إنك ما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر صار موجود بالبيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا فأنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك فبدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم قدر الإمكان حاولوا إنكم ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم حاولوا إنكم برضو تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت لإنجاز أعمالكم اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي حاولوا إنكم تأخذوا قصة من الراحة واهدأوا وكونوا عند حسن الظن هذه فترة فيها نوع من أنواع الضغط ما بجوز فيها الفشل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر